موسيقى مشاهدين أهلان وسهلا بكم في الاقتصادية أشرف وزير الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صدق على إطلاق مشاريع تنموية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بغلاف مالي إجمالي فوق 51 مليون درهم وبهذه المناسبة أطلق الوزير أشغال بناء وحدة لعصرية الزيتون في إطار مشروع تنمية قطاع الزيتون لفائدة صغار الفلاحين وسيساهم هذا المشروع الذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 23 مليون وعلى مستوى قطب الجودة الغذائية بمكناس قام سيد صديقي بتدشين قسم تكنولوجيا الغذائية باستثمار قدره 28 مليون درهم فاصلة 20 أطلقت أو أعطت الشركة اليابانية جي تي إيا انتلاقت الشغال بناء مصنعها الجديد للإنتاج بمنطقة تتوان بارك ضمن المنصة الصناعية تنجل متوسط ويشكل بناء هذا المصنع الذي سيتطلب استثمارات تنهيز حوالي 92 مليون دولار سيشكل خطوة هامة في تطوير حضوري وأنشطة المجموعة في المغرب وأفريقيا أفد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المغرب سجلت خلال الأشهر ستة الأولى من سنة 2024 حجم رواج تجاري بلغ 15 مليون ومئة وأربعة ألاف وخمسمائة وتسعة وسبعين مسافرا بارتفاع بالنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 وحسب بلاغ للمكتب فإن أغلب المطارات سجلت نسب نمو هامة ولسيما مطارات الرباطسالة بزائد 40% وأجادير المسيرة بزائد 34% ومراكش المنارة بزائد 29% وتتوان بزائد 23% وتنجب نبطوتا بزائد 21% وفاسيس بزائد 12% ارتفعت اليوم مسعر النفط في أسيا في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في شتنبر المقبل وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت 32 سنة إلى 82 دولار فاصل 95 للبرميل وأزدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنة إلى 80 دولار فاصل 47 للبرميل هذا ويعقد مجلس لاحتياط الاتحاد الاجتماع المقبل لجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة ارتفعت اليوم سعر والذهب مع تراجع الدولار بعد قرار رئيس الأمريكي جوبايدا لانسحاب من الصباق الرئيسي لعام 2024 وبينما تتأهب السوق لصدور بيانات مؤشر أسعار نفقات لاستهلاك الشخص في الولايات المتحدة لاستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2404 دولار فاصلة 95 للأوقية في حين ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.3% إلى 2406 دولارات فاصلة 50 هذا هو تراجع الدولار عقب التخلي بايدا عن وصلة الصباق لإعادة انتخابه مما يزيد من جاذبية المعدن للمشترين من حائز العملات الأخرى ختم النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدين نشكر لكم تيب المتابعة في عمالي الله اشتركوا في القناة